ميشيل حايق أصاب مرة جديدة والعنصرية تضرب قصر بكينغا عام في ليلة رأس السنة أطل ميشيل حايق على قناة MTV كما عودنا كل عام مطلقا مجموعة من التوقعات أصاب الكثير منها خلال عام 2021 وكان آخر إصابة له عندما تحدث عن جوزيف عون وقال بأن عون سيكون قائد للجيش وقائدة للأركستر المشهد العامات جوزيف عون أصبح حديث الأعلام حين أطلب مؤتمر صحفي هاجم فيه بعضا من رجال السياسة وكان صارما معهم لأول مرة منذ بداية الثورة اللبنانية في 17-20 الأول أكتوبر كما رفض فتح الطرقات التي أقفلها صوار لبنان شعب جاع شعب فقر أمواله محجوزة بالمصاري ونحن كجيش جزء من هالشعب كمان العسكري عم بعينه وعم بيجوع يا حضرات المسؤولين والرايحين شونوين تعملوا وتركها مقفلة ومرة جديدة أصابت ميشيل حايك بما تحدث عنه ليلة رأس السنة من العنصرية في قصف باكن غهام حيث قال جوزيف عون ويبدو أن الحظ كان مع ميشيل حايك وفي حوار تلفزيوني تحدثت ميغان عن أفقار روضتها بالانتحار في قصف باكن غهام بسبب العنصرية حيث اهتزت العائلة المالية العنصرية تهز أركان القصر الملكي البريطاني الأميرة ميغان في حوار تلفزيوني انكشفت أن العنصرية هي سر الهروب من القصر الملكي بعد مناقشة أحد أفراد الأسرة مع زوجها ما خوف من أن يولد طفله ببشرة ملونة واحتزت العائلة المالكة في بريطانيا على وقع التصريحات القصية التي أدل بها الأمير هاري وزوجة ميغان في مقابلة أدرتها نجمة التلفزيون الأمريكي أوبرا وينفري الأحد السابع من مارس أزار 2021 ميغان التي حملت بشرة أمها السمراء تعرضت أيضا للتنمر أثناء حملها بابنها أرشي وذلك بسبب مخاوف العائلة الملكية من درجة سواد بشرة الطفل وما رافقه من تلويح برفض القصر تقديم الحماية لأرشي وعدم منحه أي لقب خلافا للتقاليد الملكية وعرضتها القنوات التلفزيونية البريطانية مساء الإسنين في المقابلة سردت زوجان روايتهما لعدد من الأحداث شملت ادعاءات والتهمات تد العائلة الملكية البريطانية لعل أخترها مقارته ميغان بشأن مواجهتها لمخاوف وعدة أحاديث مع الأمير هاري بشأن ابنهما إرشي وتتعلق بمدى قطامت لون بشرة إرشي عندما يولد ورفضت ميغان الإفساح عن اسم من تحدث مع زوجها بشأن هذا الأمر مضحة أن ذلك سوف يكون أمرا مدرا للغاية كما كشفت أنها عانت من تدهور صحتها النفسية خلال فترة وجودها داخل القص لم أكن أريد أن أعيش وأضافت أنها سعت للحصول على مساعدة من فرد بارز بالعائلة ولكنها لم تتلقى أي رد غير أن الأمير هاري أكد في حوار جديد في برنامج هذا الصباح مع شبكة سي بي اس أنه ليس لجدته ولجده سلب الأحاديث التي جارت حول لون بشرة أرتشي وأوضح هاري يوم الأسنين السامن من مارس أزار أن جزءا كبيرا من سبب مغادرته وميغان لإنجرترا للعاش في الولايات المتحدة يرجع إلى العنصرية في بريطانيا كما أكد أن أحدا لم يعتذر له هو وميغان من العائلة الملكية عندما كشف عن حاجتهما لمغادرة العائلة بسبب نقص الدعم الذي شعر به وتفوتت تعليقات وسائل الإعلام الألمانية بشأن المقابلة وتداعيتها على العرش البريطاني صحيفة كونرشتات أنستغال التاسع من مارس أزار كتبت لقد بزل الأمير هاري والدوكا ميغان قسار جهدهما وقدم حقيقتهما لم تكن المقابلة مع أوبرا وينفري أكثر إسارة مما اكترحته المقاطع الإعلانية التي سبق تلبس بل كانت مدمرة للقصر البريطاني هناك أقل من ثلاث سنوات بين حفل الزفاف الخيالي في مايو أيار 2018 وهجوم الزوجين على القصر والصحف البريطانية قد يؤكد المتشائمون أن أفراد العائلة المالكة قد قدموا مرة أخرى أفضل ما يفعلونه عرض ترفيه مثالي محور القصة ولد بأصر باكينجهام باكينجهام العصرية تهز أركان القصر الملكي البريطاني وأكدت ميغان ماركل في المقابلة أن أبنها ريتشي الذي يبلغ عمره الآن عاما وحيدا حرم من لقب أمير بسبب مخاوف داخل العائلة المالكة بشأن مدى سمرت بشرته حتى قبل أن يولد غير أن والدها تومس ماركل قال بعد بس المقابلة أنه لا يعتقد أن العائلة المالكة عنصرية مشيرا إلى أن الملاحظة المزعومة من أحد أفراد العائلة بخصوص مدى سمرت بشرت ابن ميغان ربما كانت مجرد سؤالا غبيا واستدرت في حديث لقناة اي تي في بريطانية أنه يكن كل الاحترام للعائلة المالكة لا أعتقد أن العائلة المالكة البريطانية عنصرية على الإطلاق لا أعتقد أن البريطانيين عنصريون أعتقد أن لس أنجلس عنصرية وكالفروني عنصرية لكني لا أعتقد أن البريطانيين عنصريون وجدير بالذكر أنا توماس ماركل على خلاف مع ابنته منذ زواجها من الأمير هاري في 2018 غير أنا صحيفة ماركشية أودرا تيستونغ أصدر فرانكفورت التاسع من ماريس أزار دافعت عن العائلة المالكة وكتبت بعض المزاعم التي قدمتها ميغان في هذه المقابلة يسهل ضحضها إن ادعاءها بأن ابناء إريتشي لم يحصل على رقب أمير لا يرجع إلى التحيز العنصري من قبل الشركة الإسم الذي يطلق أيضا على العائلة الملكية ولكن ببساطة فالقاعدة تعود لمئة عام مدت بقرار من الملك جورجي الخامس وكما اعترفت ميغان فقد تقمصت دورها الجديد قاعد وأساسي في العائلة الملكة بسزاجة كبيرة لكن حسن النية لا يحمي من الأذى الشخصي إذن لم تفهم القواعد المتابعة في الشركة ويخشى المراكبون من أن تلحق اتهمات العنصرية دررا كبيرا بالعائلة الملكية في بلد يشهد مراجعة وطنية كبيرة للماضي الاستعماري بعد الزخم المتجدد لحركة حياة السود مهمة في العالم ما قد يزعزع منظمة دول الكومنس التي ترتدي أهمية كبيرة للمملكة لو أول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل القرص عشان يوصلك إشعار بكل فيديو كتير وله الفيديو عقابكم يريد نلايك وكمنت وشير